السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمت البارحة عن فتوى دار الإفتاء القبورية دار الإفساد المصرية لما قالت دلت النصوص الشرعية على أن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة جائزة إلى آخر مقال رددنا عليهم برد علمي البارحة هذه الفتوى نشروها على صفحة تابعة للأزهر أو هي تجمع لطلاب الأزهر فعلق لهم المسلمون يسألونهم ما هذه الأدلة الشرعية التي دلتكم على ذلك فانظر إلى إجابتهم بالنسبة للنابتة التي تسأل عن الدليل أولا سموا المسلمين الذين يسألونهم عن الدليل نابتة والله سبحانه وتعالى قال ولا تنابزوا بالألقاب فهم نبزوا المسلمين بلقب سيء وسموهم نابتة يقول الإمام العلامة حرب بن إسماعيل الكرمان المتوفى عام 280 للهجرة وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم يسمون أصحاب السنة نابتة وحشوية وكذب أصحاب الرأي أعداء الله بل هم النابتة والحشوية تركوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه وقالوا بالرأي وقاسوا الدين بالاستحسان وحكموا بخلاف الكتاب والسنة وهم أصحاب بدعة جهلة ضلال طلاب دنيا بالكذب والبهتان هذه قالها قبل عام 280 للهجرة وانظر إلى صدق كلامه في يومك هذا يأتي المسلم ويسألهم عن الدليل هم قالوا دلت الأدلة دلت النصوص الشرعية فسألوهم ما هذه النصوص الشرعية التي دلت فيأتي الجواب بالنسبة للنابتة التي تسأل إلي تسأل عن الدليل الدليل هو عمامة الأزهر الشريف هذا هو دليلهم لا كتاب ولا سنة أترك الكتاب والسنة ألقي الكتاب وراء ظهرك كما قال الله سبحانه وتعالى عن إسلافهم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس يسألك عن الدليل تجيب بالدليل بالنص من كتاب الله تبين له كتاب الله كما هو دون تحريف وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا زاهدين فيه واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وقال في سورة البقرة ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين هذا حال كل من نبذ كتاب الله وراء ظهره فإنه سيتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان هكذا تلت عليهم شياطينهم والآن الشياطين اليوم تتلو على دين محمد صلى الله عليه وسلم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر واليوم نقول لكم ما كفر محمد عليه الصلاة والسلام ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس عبادة القبور يعلمون الناس دعاء الأموات من دون الله وهناك من يتبع ما تتلو الشياطين ويعتبر عمامة الأزهر دليلا في دين الله سبحانه وتعالى فخابوا وخسروا يقول الدليل هو عمامة الأزهر الشريف ومؤسسة دار الإفتاء حسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا استشهدنا عليهم لما رددنا رددنا عليهم بكتابك يا رب وأنت تشهد رددنا عليهم بآياتك يا رحمن تلونا عليهم آيات بينات من كتابك يا رب وأنت تشهد وعبيدك يشهدون وأما هؤلاء فإن دليلهم عمامة الأزهر فنجي المسلمين منهم يا رب العالمين نجي المسلمين من إضلالهم يا رب العالمين ونجيهم إن كان في قلوبهم خيرا وأنت أعلم بما في قلوبهم نجيهم من هذا الذي هم فيه هذا والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أراك الذي جهل يحدث نفسه بأني مصيب في المقال مجيد وقد خاض فيما ليس يفهم ويحه فبالجهل محضن يبتدي ويعيد ترجمة نانسي قنقر